أحمد رفعت جناح الفريق الأول لكرت القدم من نادي فيوتشر لإصابة مقلقة للغاية للغاية إذا سقط في متصف الملعب أثناء مباراة الاتحاد السكندري ومدن فيوتشر وطالب الحضور والجماهير بينهاء المباراة على الفور وتم نقل اللاعب عبر سيارة إسعاف من أرضية الملعب لأحدى المستشفى المحيطة باستدل الإسكندرية وكشف الدكتور أحمد المنشاوي الطبيب المعالج أن اللاعب قلبه اتوقف لمدة ساعة تقريبا نتيجة اضطرابات في ضربات القلب وتم عمل إنعاش للقلب حتى حصل استرداد للدورة الدموية مرة تانية ولكن الحالة لازالت حرجة بسبب من خفاض الضغط كما أن الوظائف الحيوية غير مستقرة تماما